السلام عليكم ورحمة الله أعزائي أبناء الصف الثالث الابتدائي حياكم الله درسنا اليوم هو تقدير الحجم وقياسه تقدير الحجم وقياسه فكرة الدرس يا شباب أننا أبغى أقيس حجم أي مجسم بالوحدة المقعبة أقدر حجم مجسم معين وأقيسه إذن المفردات الدرس المفردة الأولى ما هو الحجم والمفردة الثانية الوحدة المكعبة إذن الحجم يا شباب حجم أي مجسم أمامك مثل هذا المجسم هو عدد الوحدات المكعبة عدد الوحدات المكعبة التي تملأ حيزا يشغله مجسم حيزا يشغله المجسم إذن يا شباب إذا أنا عندي أي مجسم أي مجسم أريد أن أقيسه نقيسه بالوحدة المكعبة نقيسه بالوحدة المكعبة مثلا هذا المجسم الذي أمامي أريد أن أقيس حجم هذا المجسم فإنني سوف أقوم بتعبئة هذا المجسم بالمكعبات بشرط أن تكون هذه المكعبات متساوية ما معنى متساوية؟ أن يكون لها أن يكون لها نفس الطول والعرض والارتفاع خلاص شباب؟ إذن أي مجسم عندي أريد أن أقيس حجمه نقيسه بالوحدة المكعبة بوحدة المكعبة بشرط أن تكون هذه الوحدات المكعبة متساوية متساوية الحجم أي لها نفس الطول والعرض والارتفاع طيب خلاص شباب إبدا مفردتنا الأساسية الأولى الحجم ونقيس الحجم بالوحدة المكعبة ننتقل إلى الجزء الثاني نظر هنا يا شباب في كتابك صفحة مئة وإقرأ السؤال أتأكده أقدر أقدر حجم كل مجسم مما يأتي ثم استعمل المكعبات لبناء مجسمات مشابهة له وأوجد حجم كل منها المجسمات التي أمامي في السؤال أربعة وخمس وست هذه مجسمات أمامي أريد أن أقدر حجمها خلاص قلنا يا شباب أن حجم أي مجسم يساوي عدد الوحدات المكعبة التي تملأ هذا المجسم هيا بنا نعد هذه المحدات المكعبة في الوجه الأمامي يا شباب ركز معي الموضوع سهل وبسيط مرة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية يبقى نحن يا شباب عندي ثمان مكعبات في الجهة الأمامية كل مكعب من هذا له نعيد معلش يا شباب مرة ثانية العد معلش نعيد العد مرة ثانية الجهة الأمامية عدل مكعبات واحد اثنان ثلاثة ركز في العد يا شباب أربعة خمس ست سبعة ثمانية تسعة أحسنتم يا صف ثالث إذن الجهة الأمامية الجهة الأمامية الجهة الأمامية هذه يا شباب عددها تسع مكعبات وكل مكعب وكل مكعب له نفس المكعب في الجهة الخل الخلفية كل مكعب أمامي له نفس المكعب في الجهة الخل الخلفية إذن عدد المكعبات تسع مكعبات في الجهة الأمامية ضرب اثنين جدو الضرب اللي أخذناها يا شباب صف ثالث يساوي ثمنتاش وحدة مكعبة ثمنتاش وحدة مكعبة إذن حجم هذا المجسم يا شباب يساوي ثمنتاش وحدة مكعبة وهذا هدف درسينا اليوم هو إذا كان عندي أي مجسم أريد أن أعرف أقدر حجمه نعد عدد المكعبات التي تملأ هذا المجسم أو التي تكون هذا المجسم ننتقل إلى السؤال الخامس أركز معي يا شباب نعد الجهة الأمامية التي أمامك هذا مكعب اثنان ثلاث حسنت وكل مكعب في الجهة الأمامية يوجد له مكعب آخر في الجهة الخلفية الجهة الخلفية هنا إذا ثلاثة ضرب إثنان يساوي ست مكعبات وفي الأمام إذا لاحظت يا شباب عندي هنا مكعبات إذا هذه المكعبات الأمامية ثلاثة والخلفية لها ثلاثة إذا ست مكعبات سيكون بعدها المكعبات في الأمام سبعة ثمانية إذا نقول ستة زائد المكعبات في الأمام يساوي ثمان وحدات مكعبة ثمان وحدات مكعبة أحسنتم يا شباب ننتقل إلى السؤال السادس وبنفس الفكرة وبنفس الطريقة أحسنتم يلا يا شباب كده كل واحد فيكم واجه في الفيديو لو سمحت لو نص دقيقة وابدأ أنت يا شباب عد المكعبات الأمامية والمماثلة لها المكعبات الخلفية يلا بارك الله فيكم كل طالب منكم يعد المكعبات نعم أحسنت مكعب واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة إذن يا شباب نلاحظ أن الجهة الأمامية الجهة الأمامية الجهة الأمامية أنا أشرق علىها بالقلم تتكون من سبعة مكعبات وكل مكعب له مكعب مماثل له في الجهة الخلفية أحسنت بارك الله فيك سمعت إجابتك الرائعة إذن سبعة في الجهة الأمامية ضرب المماثل لها في الجهة الخلفية يساوي أربعة وحدة مكعبة أربعة وحدة مكعبة بارك الله فيكم يا صف ثالث هيا بنا ننتقل إلى تدريب آخر معي بكتابك يا شباب وانتقل إلى صفحة انتقل إلى صفحة مية واثنان صفحة مية واثنان اقرأ السؤال جيدا وركز في السؤال أجدوا أجدوا حجم كل المجسمات الآتية مستعملا مستعملا إيش يا شباب المكعبات ضع علىها دائرة يبقى إذن يا شباب أنا أبغى حجم المجسم باستخدام إيش يا شباب المكعبات أحسنتم أحدد هدفي من السؤال بارك الله فيكم أحدد هدفي من السؤال المكتوب أمامي أتعود دايما في حل أسئلتي في الاختبارات لأنني أركز إيش المطلوب في السؤال يبقى أبغى حجم حجم إيش مجسم بإيش يا أستاذ أجيسو بالمكعبات أحسنتم هيا بنا بنفس الطريقة نعد المكعبات اتفقنا خلاص إن حجم أي مجسم يساوي عدد المكعبات التي تمثل هذا المجسم هيا بنا يا شباب الجهة الأمامية مثل ما اتفقنا مكعب اثنان ثلاثة أربعة وهذا المجسم أيضا كل مكعب في الجهة الأمامية له مكعب مماثل له في الجهة الخلفية إذن أحسنت أسمع إجابتك بوضوح إذن حجم هذا المجسم هو أربعة ضرب إذنان يساوي ثمان وحدات مكعبة بارك الله فيكم يا صف ثلاثة أحسنتم أحسنتم ننتقل إلى السؤال الثاني ويحتاج إلى تركيز أكثر ننظر فيه كويس يا شباب وقف الفيديو للمدة نصف دقيقة وهي أنت عد هذه المكعبات هيا معي عد هذه المكعبات يلا يا شباب أسمع إجابتكم الجهة الأمامية وتأكد هل في الخلف له مكعب واحد أم مكعبان لكل مكعب في الجهة الأمامية أحسنتم يا شباب أحسنتم 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 أسمعك بوضوح فعلا كل مكعب في الجهة الأمامية له في الجهة الخلفية مكعبان في الجهة الخلفية هيا بنا نعد المكعبات في الجهة الأمامية واحد وكل مكعب في الجهة الأمامية له مكعبان في الجهة الخلفية إذن يبقى عندي ثلاثة صفوف صف في الأمام كأنها بناية أو كأنها وحدات سكنية يا شباب خلف بعضها كأنها وحدات سكنية خلف بعضها العمارة الأولى تتكون من ثمانية شقك وفي الخلف الظهر لها عمرتان ملاصقتان لها أحسنت أحسنت إذن يبقى الجهة الأمامية ثمانية ضرب ثلاثة لأن ثلاث وحدات سكنية أو وجهة أولى وجهة ثانية والوجهة أو العمارة الثالثة كأنها وحدات سكنية مركز شباب معي هذا الأمامية القلم خطط لك عليها تتكون من ثمان مكعبات في العمارة أو البناية الخلفية لها أيضا من ثمان مكعبات والمخلفية لها الثالثة أو العمارة الثالثة تتكون أيضا من ثمان مكعبات يبقى إذن مثلما قلنا أن الضرب هو عملية تكرار للجمع إذن ثمانية ضرب ثلاثة يساوي أربعة وعشرون وحدة مكعبة بارك الله فيكم على صف الثالث يا أبطال ننتقل إلى السؤال الثالث ننتقل إلى السؤال الثالث هيا بنفس الطريقة يا أبطال يلا أعطيك فرصة نصف دقيقة أو دقيقة وانتعد يلا يا شباب المكعبات حتى نحصل على حجم هذا المجسم خلاص قضينا أن حجم أي مجسم هو يساوي عدد المكعبات التي تتكون منه هذا المجسم مع بعض يا شباب هذا المكعب في الجهة الأمامية واحد اثنان بنفس الطريقة ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة إذن الجهة الأمامية بها سبعة مكعبات وكل مكعب في الجهة الأمامية مثل ما حد لك شبهه له مكعب مماثل له في الجهة الخل الخلفية لها ليس على القلب اللون الأزرق كل مكعب في الجهة الأمامية بارك الله فيكم وصف ثالث بارك الله فيكم يا شباب الآن ننتقل إلى صفحة مية وثلاثة ننتقل معي إلى الصفحة التالية صفحة مية وثلاثة هيا يا شباب الحين يا شباب أبغاك أنت بالحالك يلا أوجد نركز أيضا على المطلوب في السؤال مثلما ركزنا من قبل أوجدوا حجم كل من المجسمات الآتية مستعملا المكعبات مرة ثانية يا شباب نركز أوجدوا أوجدوا إيش يا شباب حجم حجم إيش المجسم بأي طريقة أستاذ أحصل على حجم المجسم بالمكعبات بنفس الطريقة وبنفس الآلية نعد المكعبات في الجهة الأمامية واحد اثنان ثلاث إذن الجهة الأمامية تتكون من ثلاثة مكعبات وكل مكعب يوجد له مكعب مماثل له في الجهة الخلفية إذن حجم هذا المجسم هو ثلاثة ضرب اثنان يساوي ست وحدات يتكون من ست وحدات مكعبة حجم هذا المجسم يتكون من ستة وحدات المكعبة ننتقل إلى السؤال العاشر يلا شباب كل واحد يعد بالحاله ووقف فيديو وإنت ابدأ عد المكعبات كي تحصل على حجم هذا المجسم الجهة الأمامية واحد اثنان ثلاثة أربعة خمس ستة سبعة ثمانية تسعة هذه المكعبات في الجهة الأمامية كما حد ذلك بالقلم وهي شباب هذه التسعة مكعبات في الجهة الأمامية وكل مكعب له مماثل له في الجهة الخل الخلفية إذن حجم هذا المجسم يا شباب بنفس الطريقة ونفس الآلية يبقى تسعة ضرب اثنان يساوي ثمنتاش وحدة مكعبة أحسنتم يا صف ثالث ننتقل للسؤال الحادي عشر يلا شباب في أقل من نصف دقيقة ركز في عدك كي نحصل على حجم هذا المجسم واحد اثنان ثلاثة أربعة خمس ستة سبعة ثمانية تسعة عشر احداش اثناش ثلاثتاش اربعتاش خمس ستتاش سبعة سبعة عشر والمكعب الأخير ثمانية عشر إذن الجهة الأمامية بها ثمانية عشر مكعبا وأيضا كما اتفقنا أن كل مكعب في الجهة الأمامية له مماثل له في الجهة الآيه الخل الخلفية إذن عدد إذن حجم المجسم الذي أمامي يساوي ثمنتاش ضرب اثنان يعني يا شباب الثمنتاش بجمحها مرتان وإحنا قلنا خلاص أن الضرب عملية تكرار للجم أحسنت أسمعت أعجبتك يا بطل يساوي ستة وثلاثون وحدة مكعبة بارك الله فيكم يا شباب أحسنتم ننتقل إلى سؤال آخر من الكتاب الخارجي من كتاب التدريبات حتى نتأكد من وضوح المعلومة أجد حجم كل مجسم مما يأتي يلا شاب هذا تريب آآ لك أنت يا شباب ركز وعد مكعباتك بدقة حتى تحصل على عدد حجم المجسم تمام الآن نأخذ الرقم اثنان في الجهة الأمامية واحد اثنان ثلاثة وكل مكعب في الجهة الأمامية هذه له مكعب مماثل له في الجهة الخلفية إذن ثلاثة ضرب اثنان يساوي ست وحدات مكعبة أحسنتم يا شباب أحسنتم ست وحدات مكعبة أيضا نأخذ السؤال رقم أربعة نأخذ السؤال رقم أربعة يا شباب نعد الجهة الأمامية مع بعض يلا يا شباب واحد اثنان ثلاثة أربعة خمس ست إذن الجهة الأمامية ست مكعبات ومماثل لهم أيضا نفس العدد في الجهة الخلفية كما اتفقنا إذن الحجم هنا يا شباب ست ضرب اثنان يساوي اثناش وحدة مكعبة اثناش وحدة مكعبة حجم هذا المجسم يساوي اثناش وحدة مكعبة بارك الله فيكم يا صف ثالث نتمنى من الله عز والآن يا شباب إذا سمحتم السؤال رقم واحد والسؤال رقم ثلاثة والسؤال رقم خمس وست ان شاء الله بإذن الله ابغى منكم ان شاء الله تحصلون على حجم هذه المجسمات وترسلوني على حجم هذه المجسمات السؤال رقم واحد علوم علامة صح رقم ثلاث رقم خمس ورقم ست وانتظر إجاباتكم اتمنى من الله عز وجل ان نكون قد وفقنا في عرض الدرس وعرض المعلومة ونراكم ان شاء الله في دروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته